اشتركوا في القناة اليوم لكم مرة اخرى بالخطاب المباشر وهو منهجنا الدائم في بناء الثقة معكم وقد التزمنا به ونحن نقترب من استكمال سنتين من عمر الحكومة ولعل صورة الظروف التي تشكلت فيها هذه الحكومة ما زالت شاخصة في ذاكرة الامس القريب وما سبقها من تقاطعات سياسية وغياب للرؤية المتكاملة في إدارة الدولة إلى جانب استشراء للفساد واهتزاز للثقة في الخطوات الحكومية نتيجة ما لمسه المواطن من ضعف في تلبية احتياجاته الخدمية والمدنية والمعيشية ومن تلك الأوضاع انطلقت حكومتنا في قراءة دقيقة وواقعية لأهم المطالب والضروريات التي تحكم العلاقة بين المواطن وحكومته وصغنا مفهوم حكومة الخدمات وأولوياتها في معالجة البطالة والفقر والخدمات وتلبية حتميات الإصلاح الاقتصادي إضافة إلى الملف الأهم وهو مكافحة الفساد مستندة إلى دعم سياسي من ائتلاف إدارة الدولة وعموم القوى السياسية الوطنية وبدأنا العمل بهمة ونشاط في إطار معركة استعادة ثقة المواطنين في النظام السياسي بأكمله وتعددت مفردات العمل الدؤوب في كل مفصل إداري أو خدمي أو اقتصادي وفي مشاريع البنى التحتية انطلاقا من الأولويات فعالجنا أوضاع المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية بشمول تسعمية وواحد وستين ألف أسرة جديدة وأكثر من سبعة ملايين ونصف مليون سلة غذائية شهرية ضمن مفردات البطاقة التموينية وأكثر من مليوني طالب شملوا بالمنحة الطلابية وأكثر من ثلاثمية واثنين وسبعين ألف راتب للمعين المتفرخ بينما انطلقنا في حملة لتوفير المباني المدرسية في مختلف المستويات والمسارات لننجز أكثر من خمسمائة مبنى جديد إلى جانب ترميم وصيانة الآلاف من البباني الأخرى وفي معالجات البطالة أنهينا مشكلة المتعاقدين والشهادات العليا والخريجين الأوائل والإجور اليومية بمعالجة اجتملت على ما يقرب من مليون درجة وظيفية بينما دعمنا القطاع الخاص بتخصيص مشاريع صندوق العراق للتنمية وهي خطوة ستنتج الآلاف من فرص العمل لأبنائنا وقد بدأت تثمر فعليا ووصلت مؤشرات إنتاج الطاقة محليا إلى 27 ألف ميجاواط لأول مرة بينما عملت الكوادر والفرق والشركات المختصة على استكمال عمليات التطوير للشبكة الوطنية بدعمها بالمحطات الجديدة وتطوير محطات الإنتاج وترصين شبكات التوزيع والنقل في سباق مع الوقت والظروف وشهد قطاع النفط تطورا ملحوظا وشرعنا في استغلال الغاز المصاحب إذ وصلنا إلى استغلال 67% بعد إن كان يحرق وتهدر المليارات مع إحراقه وتحقق الاكتفاء الذاتي من وقود زيت الغاز ودخلنا في مرحلة التصدير بينما ارتفع إنتاج البانزين إلى 28 مليون لتر يوميا وتراجع الاستيراد إلى أدنى مستوياته وسيتوقف في مطلع عام 2025 إن شاء الله وفي ملف الخدمات والبنى التحتية انطلقت المشاريع الستراتيجية الكبرى سواء في طريق العراق للتنمية أو ميناء الفاو الكبير وباشرت الحكومة بمعالجة واسعة لملف السكن والحاجة الملحة إلى مدن جديدة وفق مواصفات وخدمات من أرقى ما يكون وليس مجرد مجمعات إضافية متناثرة وكذلك مضت في تطوير ملف الزراعة وصولا إلى الاكتفاء الذاتي في محصول الحنطة وشرعنا الأبواب أمام الصناعة الوطنية والانطلاق في اعتماد المدن الصناعية الكبرى فضلا عن مشاريع معالجة الاختناقات المرورية التي وصلت في مدة قياسية إلى نسب إنجاز نهائية وافتتح البعض منها فعليا في تجربة لمس فيها المواطنون الفرق خلال شهور بسيطة وانزاحت الأعداد الكبيرة للمشاريع المتلكئة لتنخفض من 2611 مشروع وعقد متوقف ليستأنف العمل في 471 مشروع للوزارات و354 مشروع وعقد في المحافظات فضلا عن الإكمال التام لـ 400 مشروع وعقد بعد أن توقف البعض منها لأكثر من عشر سنوات وتعزيزا للسلطات الدستورية اللامركزية للحكومات المحلية نجحت الحكومة في إقامة انتخابات مجالس المحافظات ولم يكن ببعيد عن برنامجها دعم قطاعات الشباب والرياضة والمرأة والثقافة والفنون ضمن الميادين التي تنشد تأمين المستقبل وأنهينا إلى الأبد الارتباك الناتج عن تعدد الوثائق الشخصية للمواطنين وجرى إصدار أكثر من 40 مليون بطاقة شخصية موحدة إضافة إلى انطلاق العمل بمنظومات الجواز الإلكتروني وأختزال كل المراجعات التي أرهقت المواطنين ومع كل هذه الملفات التي عرجنا عليها سريعا وتجاوزنا ذكر الكثير منها يأتي الاستتباب الأمني وقدرة قواتنا المسلح بكل صنوفها وتشكيلاتها على استدامة الاستقرار إلى جانب تحسين العلاقات الخارجية للعراق بأفضل صورها ولم نتباطئ في استكمال سيادة بلدنا العراق وخطونا خطوة مهمة بحسم ملف بقاء التحالف الدولي لمحاربة داعش وإنهاء عمل بحثة اليونامي وهي خطوة تعبر عن جوهر إيمان الحكومة بقدرات قواتنا الأمنية التي دحرت فلول داعش وذاق دعموها مرارة الفشل والهزيمة ولقد بذلت الحكومة جهدا مهما في ملف العلاقات الدولية رغم اضطرابات المنطقة والعدوان على غزة ونجحت في تجنيب العراق تداعيات التصعيد دون أن تتخلى عن مواقفها الثابتة والمبدئية الداعمة لفلسطين ومن هذه المطلقات وبعد كل ما تحقق من نجاح يحسب للسلطتين التنفيذية والتشريعية على حد سواء وللقوى الوطنية المتعددة المساهمة في الحكومة فقد عملنا دون تردد على دعم المهام الدستورية للسلطة القضائية من أجل اكتمال حلقات الاستقرار والتقدم أبناء شعبنا الكريم أن الحكومة حين وضعت على رأس أهدافها مكافحة الفساد المالي والإداري فإنها تؤمن بهذا الهدف بوصفه مطلبا شعبيا وهو قبل كل شيء مسؤولية أخلاقية وقانونية يتحملها الجميع كل من موقعه وفق أي عنوان تنفيذي أو تشريعي أو قضائي وعبر تنفيذ القانون بدلا من سحب هذا المطلب إلى ساحات إعلامية أو خلافية غير مجدية لقد واجهنا وما زلنا عمليات التشويش والتعمية ونشر المغالطات ومحاولات خلط الحقائق بالأكاذيب واتهام الحكومة بالتغاضي عن بعض جوانب الفساد بينما كانت قد بادرت إلى أوسع حراك رسمي وقانوني في استعادة الأموال وتطويق الفاسدين ومنحت هذا الملف الأهمية القصوى حتى في العلاقات مع الدول الأخرى ونشدد على أن الحكومة تتقدم كل السلطات الدستورية في التصدي ومحاسبة أي انتهاز للموقع الوظيفي يسعى إلى الابتزاز أو مخالفة القانون على أي مستوى كان ولن يكون أي أحد بعيداً عن يد القانون وهنا لا بد من التأكيد بأن الحكومة هي حكومة الجميع وأن نجاحها وتمكنها من تلبية تطلعات العراقيين وتحقيق التنمية والازدهار سيعود بالنفع على الجميع أيضاً لذا ندعو القوى السياسية الوطنية والسلطات الدستورية إلى التحلي بالمسؤولية الشاملة إزاء هذه الاستحقاقات الكبرى والوقوف صفاً واحداً خلف الحكومة لإكمال بردامجها الخدمي وعدم السماح لمحاولات الإعاقة التي تستهدف منجز الجميع خصوصاً في ظل تحديات وتطورات متسارعة تشهدها المنطقة سيما على المستوى الأمني والاقتصادي أما من يحمل قلقاً إزاء نجاح الحكومة فإننا نؤكد التزامنا بتلبية مطالب شعبنا كأهمية قصوى وأن النجاح الحقيقي والفيصل عندنا هو رضى العراقيين وتحقيق تطلعاته وانطلاقاً من ثقة مجلس النواب بالحكومة ودعم ائتلاف إدارة الدولة إلى جانب جميع القوى الوطنية والفعاليات الاجتماعية والاعتبارية المقدرة من أبناء شعبنا الكريم نؤكد أن نجاحنا في مشروع بناء العراق ونهضته المعاصرة هو مشروع لجميع العراقيين بكل أطيافهم وبجميع توجهاتهم الوطنية المؤمن بالعراق الواحد المقدر ونستثمر هذه المناسبة لنؤكد على أهمية حسم استحقاق رئاسة مجلس النواب إذ نقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية ونصطف دائماً إلى جانب خيارات شعبنا وما تمثله الأغلبية الدستورية داخل المجلس الموقر وأن الحكومة تنتظر هذه الخطوة المهمة من أجل التقدم إلى مجلس النواب لإقرار التعديل الوزاري المبني على تقييم أداء الوزراء والذي يهدف إلى تعزيز قدرة اتخاذ القرار وزيادة الفاعلية الحكومية واستجابة الوزارات وأجهزة الدولة بشكل أكثر كفاءة لما يريده الشعب العراقي وبدأ يرى نتائجه المبشرة ولا يفوتنا أن نشيد بأداء وزارات الدولة خلال المرحلة الماضية وما سجلته من منجز يحمل الفارق ويمثل روح البرنامج الحكومي ومستهدفاته وفي الختام نجدد عهدنا إلى أبناء شعبنا على مواصلة الجهد والجهات والاستمرار على ذات النهج وبزخم أعلى وهمة لا تضعف نحو بناء العراق القوي الموحد المستقل المزدهر الذي يعيش فيه أهله بعز وكرامة والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة